طيب هنروح للإنترو بتاعنا هنروح لأبطال كرة اليد في النادي الأهلي يمكن كابتن طارق محروس المدير الفني لعب ماتشين في التوقف انتوا عارفين فيه تم اللاعبين مع منتخب مصر والباقي بيتمرن مع النادي الأهلي الحقيقة كابتن طارق محروس انتهز الفرصة وعمل ماتشين والديين مع الزهور وهليوبلس فوزنا بالماتشين الماتش الأول اللي هو كان مع الزهور 40-27 فوزنا والماتش الثاني كان بـ 30-29 طبعا أكيد المبرادة دي وقيمت من غير اللاعبة الدوليين كابتن طارق محروس في حوار معه الحقيقة وكلمنا معك بدنامج الأبطال كان لديه 3 أهداف من المبرادة أول هدف أنه الحقيقة يتطمن على اللعيب الناشئين اللي يمصاعدهم يعني يبقوا مع الفريل أول لأن دول ده صورة طبعا لكابتن طارق محروس يتطمن على اللعيب الناشئين المنضمين مع الفريل أول والاستعاداتهم الفني والبدني الحاجة الثانية أنه يتطمن على الحالة البدنية لللعبين كلهم لأن طبعاً تعرفين اللعيبة لما ترجع من المنتخب هنخش على الجد على طول ما فيش وقت فلازم يكون فيه الفرقتين دائمة يعني أو الاتنين لعيبة أو اللعيب اللي قاعد معها واللعيب اللي جانب من المنتخب يكونوا الاتنين على نفس القدر في اللاقة البدنية والفنية فالحقيقة ده الهدف التاني اللي كان يتطمن على ناحية البدنية والفنية الباقي اللعبين الحاجة التالتة أنه طبعاً قسر ملل التدريب بنتعرفين طبعا اللعبة لما بتتمرر فترة طويلة بدون مباريات الحقيقة بيبقى فيه ملل شديد وممكن اللاعب مستوي قل نتيجة هذا الملل كابتن طريق محروس كان حريص انه هيكسر هذا الملل وانه هيبقى برضه حريص انه ممكن يعمل ماتشات المبارات الجاي يمكن ماتش هليوبلس 30-29 ماتش كان اكوال قوي ويمكن ده اللي كان فيه استفادة كبيرة طبعا ماتش الظهور كان ماتش يعني جيد ايضا ولكن هليوبلس ما يبقى المبارات ندية بيقدر يعني يكتشف يعني امور كتيرة في الفرقة وبيقدر يتكى على حاجات فنية اكتر